من أجل الشباب من أجل الأجيال الجديدة برشح نفسي أن يكون صوتكم صوت الشباب اللي أخرصوه وكمموه من حق كل شاب يعرف هيعمل إيه بكرة من حق كل شاب يبقى عنده كموح مهما كان كموحه ببير من حقك تحلم أنك تبقى وزير رئيس وزراء رئيس كمهورية مش بس تحلم لأ تأنت تشتغل وتخطط على كده كمان جامرة 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 أيتها الجماهير العريضة أيتها الجماهير العريضة لقدر الشحط نفسي من أجلكم أنتم أيها الجماهير العريضة لماذا جئت إنني أرى جحافل أمامي لماذا جاءت هذه الجحافل لقد جاءت من أكل مصر وليس من أجل مرجان وإن أنا أعاهدكم من الآن أنه لكل فرد سوف يكون له فلة فلة في الساحل الشمالي فلة من دولين أربع قوة مصالة فوق وحمامين وتحت في قوضة للدادة وأمام الفلة في حمام سباحة من حقكم أن كل مواطن حمام سباحة قدام الفلة غير الجرينة اللي فيها الموز والمطقان واليوستفنة اليوستفنة مهم للشعب المصري في جنينة وراء عزين تزراعوا فيها كمتلوب ومالوا من حقكم أنكم تاكلوا كانتروب أيوة طالب حافر العظيمة أرجوكم لا داعي الهتفات ودعونا نعمل في صنف من أجل مصر من أجل مصر يا حسن فين الدائرة وفين الناس العمال والموظفين بتوعنا مجوش ليه درسوا أنا واحد مقطوع من شجرة الله يا فلد مبلغ للكل بس كلهم للأسف في الصرادق التاني الصرادق مين في حد يمت لا ساعدتك ده صرادق دكتورة جهان مراد اللي نزل في الامتخابات قصاد ساعدتك جهان مراد بقى الناس بتوعنا راحوا للجهان مراد ومحدش عبرنا أنا خصم شهر لكل واحد حتوفرج إن شاء الله يا باشا طب كلم الوقت عودي يا ابني هو إيه اللي أنا حجيب صحابه بتواجه مع وييجو شوفه مجاش ليه الاستاذ عودي مش حقيق يا خندم مش حقيق ليه ده مأكد عليها الصباح أصل هو والأنسة علياء في الصرادق التاني فين؟ في الصرادق التاني ساعدتك بتاع الجهان مراد أيو ولادي والعمال والموظفين بتوعي عند الجهان مراد أيوة ساعدتك ممم على فين؟ أنا رأي عند جهان مراد ولا مرجان ولا تردان إن تخبو الدكتورة شهان ولا مرجان ولا تردان إن تخبو الدكتورة شهان ولا مرجان ولا تردان إن تخبو الدكتورة شهان بابا؟ ولا مرجان ولا تردان إن تخبو الدكتورة شهان بابا؟ هو ده اللي انت بتعلمهولهم يجتمى أبوهم في وسط الناس هو ده الجيل جديد اللي عايزين تطلعوه ده أنا عادت خمسين سنة عشان بسجاي في الحمام عشان أبوها مشوفنيش يجي اليوم أنا شوف أولادي هزقوني في وسط الناس يا بتاعة الحضارة بابا اخرصها بنتي خالص اخرصي تبش لسه أخدا مني ألف جنيه الصبح ماشي وانت يا أخي عودي ده انت مغير تلعة عربيات في سنتين دي أخرطها برضو بس من روح البيت للكو صودة النهاردة يلا يا أستاذ مورجان ايوة لو سمحت تتكلم معهم بطريقة كويسة انت هتعلميني زي يكلم أولادي يا دكتورة أولادك مش أطفال من حقهم يعبروا عن رأيهم حتى لو كانوا متعرض مع رأيك يا سلام يا سلام وني بخليك أنت في حالك أنا حفولك بعدين يلا التوهية يلا انت مش عندنا في الشركة ايوة اللي جابك اللي جابك هنا يلا قدامي يلا يلا التوهية ايه دا؟ دا الصون بتاعي والفرشة بتاعتي اتو عمليين الحافلة دي على حسابي كمان؟ ولا مورجانة ولا ترتاني انتخبوا الدكتورة شهاد مورجانة 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 طمين يا دكتور ان شاء الله نجح أكيد لا أنا التأخير بتاعهم دا موطرني جدا دا للأستاذ عديو اللي لسا عليها هنا أنا ما بكلمهمش أنا ما أطرحهم يساعد ما سابوني في انتخابات ما سلمش عليهم انت بتبصي لهم كده ليه انت الناس اللي هم ولادة متحترم نفسك مش قوي كده نتيجة الانتخابات فوز مورجان أحمد مورجان بمقعد الدائرة وحصد 22600 صوت زي يا زوزوير الانتخابات دي فوزورة شيف الوادي بلتكلب بيقول ايه الانتخابات دي فوزورة لحنا جامدين قوي الانتخابات دي فوزورة عد Såعين يا بلتكلب بيقول ايه تقول ايه تقولون تقولون انتو عاملين عزل ايه؟ يا موكو ماتت تاني؟ لا ده عشان دكتور جيهان ماتت؟ ما تعرف انها سقطت في الانتخابات؟ اه يعني انتو ازعلانين علشان الدكتورة جيهان سقطت في الانتخابات ومش فرحانين علشان ابوكو بقى نائب في مجلس الشعب وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتورة جيهان دي عمدالكو ايه؟ بكرهاكو فيه اليه؟ لا يا بابا لو سمحت الموضوع مختلف احنا عمرنا مكرهناك والله العظيم يا بابا احنا بنحبك قوي القضية مش فى الحب خالص وما لقضيت ايه يا ستة علية؟ القضية بابا يعني ان احنا عايزين نبقى بص يا بابا بصراحة احنا عايزين نبقى فاخورين بيك وانتو مستعرين مني ولا ايه؟ لا يا بابا ازاي العفو حضرتك راجل اعمال ناجح ومحدش قدر ينكر ده طاي بس يعني فيك حبة كلام كده يخصوا سروتك مش اوي صورتك شوي طاي نوم نصدق الكلام ده ولا نكدبه بابا حضرتك نائب فى مجلس الشعب وده شيء جميع طايب بس فيه كلام بيتقال ان الانتخابات دي مزورة طايب ماهو الشجرة الموت هزهزيها الناس بيزائلها بالطوب تقصت حضرتك الشجرة المسمرة يقذفها الناس بالحجارة ايوا بس يا بابا هقول حضرتك على حاجة بصراحة يعني من غير ما تزعل مني طريعتك فى الكلام مع الناس سوقية شوية واحنا الناس بتتريق علينا وبناس مع ده بوداننا احنا عايزين نبقى فخورين ببابانا اللى عنده رؤية وعنده بصيرة وعنده ثقافة يعني هقول حضرتك على حاجة دكتور جهان مسلا لا يخرب بيت الدكتورة جهان على اليوم اللي شفتها بيت دكتورة جهان على اشتري عشيزة الدكتورة جهان دي بفلوشة لا يا بابا لو سمحت لحد هنا الحوار خلص على اذنك تعال حد رحب فى هنا انا لسه ما خلاصش كلامي ولما اتكلم بتوقف تسمعون دي الاخر حاضر تفضل يا بابا خلاص لعده انا الحوار خلص ايه واقف كده ليه في ايه انا واقف ساعة تقبلي خمس داقي وانت مش حاسس بيا خالص ما ليش عصليه مجغول شوية اوادي حسن حسن انا حاجة تكسف يعني انا قب سبالة لا اعطى باشا يعني انا لو كنت ابوك كنت عتبى مبسوط ينهر بيد هو انا طول ما يمكن عشان انت سبالة حسن حسن انا عايز اعمل حاجة ثقافية تتنسب لي انا الشرس انا عايز مثلا ابقى مثقف عارف يعني ايه شعر اكتب خصص صور وعيات ومقالات فى الجرايد والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي الحلزونة والحلزون الحلزون اتقابلوا فخرم الهزون الحلزونة جوا متاها والحلزون لما استناها هربت وقعت جوا البير السماء بتمطر مسالير الحلزون مكبوت واسير الحلزونة انتحرق فدها والحلزون خبطتوا عربية عدت في مدان التحرير سمعكم افر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر هقول كل حدا هقول كل حدا هغني وهوهو همأمأ وصوصو هنهأ ونونو لكن في النهاية بحب السنونة بحب السنونة بحب السنونة بحب السنونة والسنونة وادي الحلزونة ليبقوا كله عربعة وخمسة وثلاثين قصيدة حالدفع فيهم خمسونة جنيه قلت ايه يا شاعري؟ انا عايزينك تكرمنا انت كده بتربي سمونة ابيع نفسي لأول مشترين قاتي ابيع مقهورا حبيباتي وكلماتي حلوة اوة ابيع نفسي دي ناخدها ونديله خمسين جنيه فليسقط الشعر والتنهار أبياتي الشعر شاعري والبسات بساتي حلوة اوي برضو فليسقط الشعر دي احنا ناخدهم لتين شارة وخمسة وسبعين جنيه ونركع له الحلزون احنا مش عادتنا السنونة عادتنا يا باشا راضي يا عام انا هيدا في القط ابي معروف مش عادتنا بقى تقولين ليه راجع بقى الحلزونة وحساب السحر بقى الكتاب تلعب المطبعة يا باشا طباعة زي الفل هتلاقي كمال في الظهر نبذة مختصرة كده عن تاريخك وأعمالك اعمل ايه؟ المصانع والشركات احنا بقى نعمل الكتاب ده بروبجاندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وبعدين ننزل السوق لا احنا نعمل الكتاب ده بروبجاندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وما نزليش السوق ليه حضرتك؟ حده هشتري كلام الفارغ ده يا حاسا وبعدين اولاد لو اروا الكلام ده هتبقى مصيبة اللي عادي بتفهم اللي حلزونه جوه؟ الموجودة سعدتك طيب اشتري كل النسخة حاسا حاضر سعدتك ايه في حاجة؟ هو في مشكلة كده سعدتك لجنة القيم بتاعت مجلس الشعب بعتها انظر لسيادتك ليه؟ عشان سعدتك لسعق بيت نايب في مجلس الشعب وانت بتحضرش ولا جلسة الناس بتعود دايرة مميشفش سعدتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا والناس بتعود دايرة يعرفوا ازاي لا ما بحطاش جلسات في مجلس الشعب حضرتك الجلسات دي بتتنايل في التلفزيون على الهوى فاريت يعني تحضر ولو جلسة لا ما انا ممكن لا حضر ومطلعش برضو في التلفزيون الاستاذ ماندوح نصر مين؟ الاستاذ ماندوح نصر مخرج التلفزيون اللي بيني الجلسات مجلس الشعب